يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن فاسأل به خبيرا هو القائل عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون واشهد أن محمد عبده ورسوله بعثه ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله وسلم على حامل لواء بن لؤي وصاحب الطوض المنيف في عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والقرآن والإنجيل والذي ينزل عليه الذكر فنعم التنزيل صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان لا أمن إلا مع الإيمان ولا حياة في الدارين إلا بالإيمان أيا كانت القوانين التي يسنها الناس وأيا كانت الشرائع التي يفترضها المخلوق ويصنعها ويبوبها ويصنفها أيا كانت هي لا ترتقي إلى منزلة الإيمان الإيمان يخلق إنساناً رائعاً واثقاً ناضجاً مسالماً آمناً خيراً هادئاً مطمئناً ساكناً وفيه كل علامات الخير فيه الثقة والغنى والمجد والسؤدد نفسه غني سبحان الله المؤمن سبحان الله هكذا الإيمان يصنع منه إنسان مغاير تماماً أنت بالإيمان طبعاً على صعيد الفرد والجماعات والأمم أنا أتكلم بداية عن الإنسان في حد ذاته ثم تنصرف إلى الأعداد الهائلة إلى الملايين أو مئات الملايين تبتدأ بشخص مؤمن يعني يسأل سائل فيقول هل للإيمان كل هذا هذا العطاء وهذه القوة نعم الإيمان يصنع منه على سبيل المثال وهذا موضوعنا اليوم لأن الموضوع عاد في الإيمان كثيراً يصنع من المرء والمؤمن رجلاً وإنساناً ناصحاً نحن نستطيع أن نقول صالحاً وصالحاً هذه تجمع كل الخير لا لا اليوم نتكلم عن الإنسان الناصح أول ما تسمع كلمة ناصح يتباذر أدهان السامعين مباشرةً إلى ما أفعله أنا الآن في هذه الموعدة هو النصح النصح هكذا تلقائياً في الصورة الدهنية عندنا يذهب إلى الشخص الواعر الذي ينصح وهذا ما نجيده يبدو يبدو أن هذا ما نجيده كلنا يزيد ليس بعضنا كلنا ولن أقول جلنا كلنا يجيد النصح الأباء الأمهات الإخوة الأصدقاء الشركاء الأصهار الجيران الخطباء الوعات الأئمة المتكلمون عن الدين المدعون للدين انتساباً وكأنهم يرثونه وحدهم مثلاً النصح جيد لا 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 كلامي ليس عن هذا اليوم هذا نجيده وقد نكون مغيرين لما نقوله وهذا يكون الكارثة طبعاً الكارثة أن يكون الناصح غير قادر على التزام ببعض ما يقول وهذا غالباً ما يحدث غالباً أقول هنا أقول غالباً ولا أقول دائماً أي نصح إذن نتكلم اليوم نتكلم عن نصح الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الدين النصيحة الحديث عندما اسم الدين النصيحة قلنا لمن هي يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام النصح هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من أسهل الأحاديث السهلة اللي كانت موجودة في المناهج وحافظينها ما سهل جداً أن تحب قف عند هنا عند هذه قف لا تكمل الحديث أن تحب لأخيك أنا أدعي أني أحب لأخي لكن حقيقة أحب نفسي أكثر وهذا ما يحدث وسأظهر لكم اليوم وأظهر لنفسي أولاً تداء يعني أننا قد لا نكون صادقين للأسف والله أولاً وحد الله قد لا نكون صادقين ماذا أقصد؟ قد لا نكون صادقين مع أنفسنا أول ثم مع الله فنحن نقول نحن مؤمنين جيد أنا مؤمن طيب جميل ولا يمكن أحد الإيمان بإذن الله ما دمنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله جيد هذا تعريف الإيمان لكن هل أنا أحب لآخرين مثل ما أحب لنفسي جرب في الامتحان جرب أي امتحان بيع شراء مصاهرة مناقلة مشاركة مجاورة جرب قد تفشل وأسأل الله لا تفعل حذار من أن نفشل في هذا الامتحان واثر ابن صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مر في السوق فوجد رجلاً يبيع فرساً يبيع فرساً قال بخمسمائة قال فالتهيت عنه يبدو أنه صفحه وأحد سلم عليه اتهى أو سأله عادة الناس المشهورة واللي عندها علم عادة رجل الصحابي يعني صحابي لا شك أن أحداً يسلم عليه ويصفحه ويسأله قال فلما أدرت رأسي وجدت الرجل قد باع قلت له بكم بعتها ناقل قال بعتها بخمسمائة قال فناديت الشاري أنت تعال بكم اشتريت قال بخمسمائة قال هل علمت بأن بها ثقباً في خفها في رجها هل اشتريتها ظهراً أم لحماً طعام ولا ركوبة قال لا ركوبة قال تعال رد له من ثمانية فرد له ثلاثمائة الرجل التفت إلى الصحابي قال أصلحك الله أفسدت علي يا بيعتي قال أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم جنين بن عبدالله البجلي صاحب الحديث الذي هو حديث الجمعة اليوم هو حديث الجمعة عن عبدالله جنين بن عبدالله البجلي حديث صحيح عند مسلم يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا إله إلا الله وأنك يا رسول الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلي وصحبه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم هذا عنده قصة جنين هو ذاته جاء يشتري فرص كما يشتري أحدنا اليوم سيارة مثلا فرص فرص للركوبة قال وجد رجلا يبيعها أنا أقول لكم شيء لذلك ناقص الأهلية لا يبيع ولا يشتري إياك أن تشتري من ناقص الأهلية ناقص الأهلية الغلام صغير في السن مرأة أحيانا غير متعلمة لا تشتري يبدو أن يكون وكيلا معها أو شاهدا من أهلها لا يقول مواتي شنو مواتي كيف مواتي في شن يعني يقولك في البيعة مواتي آه أيوة مصري ما انتهى قال نعم مؤمن قال يا سلام ايه لكن فعلك لا يدل على هذا لا لا تشتري اسمع بالله جرير ابن عبدالله البجل لماذا فعل قال بكم الفرص طبعا الخيل وأهل الخيل يعرفونها عندها يعني أنواع واصيلة وغير اصيلة ودم كم وكذا تفاصيل لا يعرفوا إلا أصحاب الاختصاص فعلا ترى احيانا انت الفرص يقول ما شاء الله يقولك واحد متخصص لا 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 هذه نص دم بس يعني مش اصيل مثلا ثاني فقال له بكم الفرص قال باربعمائة باربعمائة قال لا ثمنها افضل من هذا فالرجل الباعي قال بخمسمائة يعني تشريها قال لا هي افضل من هذا ستمائة حتى وصل ثمانمائة قال نعم هكذا الشريحة الرجل وجدها باربعمائة رفعها الى بعضكم يقول لا شيخ هذه قصص والله وان كانت يعني الصحابي لكن مثالية لا مثالية موجودة الايمان يحققها احني ابتعدنا باس احني الابتعادنا شعورنا بينها مثالية الى ان تكادلت لا ياسي لا مثالية وواقعية والايمان يصنع منك هذا الان الان في الثلاثة عشرين بعد الالفين يصنع منك هذا الصحابي كخلق ليس كمنزلة وللصحابة منزلة السبق رضي الله عنهم جميعا جيد قال الان اشتري قال سبحان الله الناس تسعى لانزال السعر والسوم وتبحث عن ضخص وهذه خيرها عورة وخيرها عرجة وخيرها كذا وهذه فيها زواق ويبحث عن انزال قال لا انت 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 اثنيت وزكيت بضاعتي حتى اشتريتها قال انا جليل ابن عبدالله البجلي بايعت الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم النصح محمد بن عبد المنكدر من التابعين وهو من بني تيم بن مرة عند تربطه بابي بكر الصديق علاقة قرابة يعني محمد بن المنكدر كان عنده دكان قماش يبيع الاقمشة بعضها بخمسة دراهم وبعضها بعشة ومخلي الغلام ومشي صلي في جامع ذهب يصلي خرج من الصلاة وجد رجلا قد ابتاع من قماشه قماشا في يده قال انت السلام عليكم وعليكم بكم اشتريت هذا قال بعش وكانت عنده الطويلة بعش والقصيرة بخمس قال لا 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 تعال هذا بخمس قال اعجبني القماش ما لك انت والقماش انا اعجبني قال يا اخي تعال انا صاحب الدقان تعال تعال وجد الغلام ووبخ الغلام لانه لم يبين له هذا الذي في المحل ثم قال له هذا بخمس فقط قال انا اعجبني عندنا في البادية هناك هو من البادية عندنا في البادية هذه اسعارها غالية قال حتى وان عندك حلين اما نرد لك خمس او نعطيك ثوب الخمس قال فرد له خمس يا سبحان الله من انت من انت مؤمن هو هو مؤمن الايمان قال ان محمد ابن المنكذر قال محمد ابن المنكذر انت نسمع بك والله اننا نستسخي بك في البادية شوف قال نحن نسمع بك حتى من سيطك وورعك وصلاحك وتابعي ولا شك انه عاش مع الصحابة وانتهل من نهلهم العميم الذين انتهلوه من المصطفى عليه الصلاة والسلام اين نحن من هذا رجل من اهل البصرة من اهل البصرة كان يشتغل في الطعام والسكر وعنده رجل وكيل في السوس منطقة اسمها السوس فيها قصب السكر هناك يغرسون قصب السكر فكان يرسل اليه يقول له هذا العام هذا العام اتت اافى على قصب السكر فافسدته اشتري ما في البصرة من سكر سترتفع الاسعار ذهب الرجل فاشترى كل السكر الموجود في السوق اشترى وبالذات من شخص تاجر معين اشترى قال فلما ارتفع ثمن السكر بعته فتحصلت على تلاتين الف درهم ما كنت اللي اتحصل عليها لو كنت ناصحا للناس او لهذا البايع قال فرجعت الى بيتي فلم انم اهو الضمير هذا الايمان الايمان يخلي عندك ضمير ما تغشش لا تغش انا لا ابيع لك شيئا قال عليه الصلاة والسلام من باع عيبا وهو يعلمه يعني من باع شيئا فيه عيب وهو يعلمه فلم تزل الملائكة تلعنه او كما قال عليه الصلاة والسلام فالرجل قال اردت ان انام فلم يأتني النوم قال ذهبت اليه السلام عليكم شنو رجعت في بيعتك قال لا قال لا والله ما رجعتش في البيع ولكن هذه الثلاثين الف التي اخدتها راح حقيقة الامر اخدتها لاني لم اكن ناصحا لك بالله يخدها قال لما قال لاني عندي علم بموضوع السكر هذا عندي عندي وكيل في منطقة وهو اخبرني وانا حقيقة لم اخبركم وانا غير ناصح انا لست بناصح يعني قال والله ما دمت على هذا الحال من الصلاح انا طيبتها لك عادي ما نمسامك اذهب بها يقول فرجعت الى البيت اريد ان انام لم اصطع على نفس الشعور هذا الايمان فتش ترى المتكلم الان والسامعين عن قلبك قطعة الارض اللي بعتها وتعرف فيها مشكلة تعرف انها منزوعة او الارض الدولة انتخاش فيها قال لا والله يعطوني منها حصة اي هادي الحصة اي ها هادي وصلاتك ما تقولش لا سهمي قليل ولا نبحته عن الاعدار لانفسنا لا انا عبارة عن لا عبارة عن ولا انت اخذت منها مصلحة هذه ردها ردها ان كنت صافي وان كنت من اهل الايمان الايمان يعني الكثير يصنع منك انسان مستقل مستقل استقلالية عن الدوات وعن النوافع وعن المنفعية والداتية والنفعية والوصولية يخلق مني انسان نموذجي رائع جدا الشهر قال لم ينام قال فرجعت ويليه مرة ايه وقال ليلة هدي مع شهر ما نعم فضل مش قلنا لك حللناك وعدي عندك الاذن وقال لا والله والله تربح فيي لجل بالله عليه خود خود التلاتين هدي تقولوا مروح بحناش للحوشي بقى فاعي انا لما استطع انا نام هادي التلاتين الف عندي وانا لما انصحكم لما اكون ناصحة لكم وين المنزل هدي وين المنزل هدي ترى نشوفه حان نحن السيارة نعرف فيها عيف يقول له عدي وغسلها ولمحها ووصلها لا انت حكي له من القصص اللي سمعتها رجل خطب بنت وهذا ادي قصة قريبة مش بعيد يراه في المسجد ورجل صالح وعائلة صالحة من اهل الله ومن اهل الخير يعني عندهم بنت قال فجاء يخطبها فخطبها وقالوا له حاضر فجاءه اخوه لانه خطبها من اخوه اصلا صل معاه في جمع قال بالله تعالى انت اخي في الايمان وفي المسجد انا لا اريد ان اغشك حقيقة قال شو المشكلة قال اختي هذه التي خطبتها طيبة ومصلية وصوامة والله من يعني لا قوة لبنى لكن عندها قصة مرضية لا يا ساتر ايه نعم وانا لا اريد ان اغشك حقيقة في واحدين ايه ماشي الحياة ايه هذا مجتمع والله الحياة مع مثل هؤلاء رائعة الحياة مثل مع هؤلاء جميلة ومن غير مثل هذه المعاني الطيبة ولا قيمة لها يركب ماشي وسكن حيث ماشي والبس ما شئت لا قيمة لها تعرفوا ارفع 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 سطوة الدين عن الانسان والله لتراين حيوانا شريرا مش حتى انسا لا له والانسان لا يخلو من حيوانيته اصلا هو مخلوق حيواني في الاصل كرمه الله فجعله انسانا انت عندما ترفع سطوة الدين ترى ما لا ترى من كان يظن من كان يظن ان الليبي يقتل الليبي بدم بارد لا وناكلوا معاها ويقول لي شون العاشية اليوم من كان يظن ان يذفن الناس بثيابهم ويقول لي اليوم في عشوة كويسة ما هذا لا عندنا مشكلة بمراجعة انا اتحدث عن نفسي يا راب كي لا انا اتحدث بداية عن نفسي كيف نستطعم الطعام والاسرة والاهل وفينا من يصنع هذا تو والله قال له هذا صار يجي واحد يقول انت تجدد في الجروح لا مدرسة هذه معنا وين وصلنا احنا الاسلامي علمك تكون ناصح في بيعة وشروة مش قتل ودماء كاري تادي فقال له اختي بامانة عندش مسألة صحية قال ان ايه ما عنديش مالع شون مشكلة صحية عالشت وقال والله عندنا علاج وعندها تقارير ولكن يبدأ علي بينا توي زوجه فيه قولوا من حيش الزوجة توي عاقل ايه عالجة ببنيونة الناس ليش ما تخبرش انت لما لا تقول لما متقولش راه هو مدمن مش العيب يعني ايه ابنك مدمن وين العيب يبي علاج مصيبة هي ما في شك انها شي ما يشرفش لكن معليش معليش نوع من العلاج اني نخبرك انت انت نسيب وبتناسبني نقول لك راه اسمع ابني هذا الصلح واضع اطورة ليه كائن عنده واحد حطك في حطك على الجادة الغمال ليش ويقول مسلم ومؤمن وكي مروح من عمره ولا عمره ولا تعني هذه عند رب العالمين النصيحة وانا لكم ناصح امين الناصح الامين هو الذي يخبر البنات ايضا تعطي بنت وانت هالصرح خبر قول له ما يتفاجيش مسكين الرجل في اول يوم من زواجه او بعد حمله يتفاجي ان عندها مشاكل صحية اخرى اخبروا لا ارجوكم وانا ادعوكم الى هذا ووهيب بكم بلغوا الناس عن هذا رأوا لا يصح ايماننا الا بهذا بيعا شروة زيجا منعاقلا مشاركة قول العيوب كون واضح كون مؤمن هي هي المطوب كون مؤمنا هذا الايمان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن اولئك لهم الامن وهم مهتدون اقول قولي هذا واستغفر الله كريم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يا ايها الذين امنوا وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اما بعد فيا اخوة الايمان المتعة حياتنا هي بالنصيحة والنصيحة تصنع الثقة معدل الثقة في الدول العربية حسب دراسة قريبة احسن دولة جابة 16% يقول واحد شون علاقة الثقة بالنصيحة تتربى الثقة في المجتمع على اساس النصح اعرف انك لان تقشني ستخبرني انت انت انا اعرف كيف تردينا الى هذا الحال مفيش دراسات قديمة حقيقة الا اخبرتنا كم كانت ايام ابائنا واجدادنا كانت النسبة في اوروبا احسن نسبة جابتها الدينمارك 80% 80% في المعاملات نظيفة معقول احسن دولة عربية 16% ثقة لانهم اثبت اثبت الحياة ان كل الضوابت التي يصنعها القانون والالتزامات والشيكات والمسنع قصص واهية قصص واهية لا تغني الا الثقة لذلك الاسلام جاء الى الهدف جاء الى الاساس الى الانسان بناها على الثقة النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه في معركة بدر تعرفونها جيدا وليس هذا مكان عرضها وسردها خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد بسريته يريد ليبل النبي عليه السلام لم يخرج لقتال هو لم يخرج لغزوة اراد الله هذا فلما خرج كان بامكانه لو كان غاشا حشاء عليه السلام لكنه ناصح امين الامانة والنبي عصامه ولقبه بالصادق الامين قبل حتى بعثته كان بامكانه ان يقول مثلا انا الانصار باوسهم وخزرجهم بايعوني على النصرة وخلاص طلعنا لمعركة وما نحكيش معاهم في شيء ولا لا 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 هو يربي هو يربي امه 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 كاملة جمعهم وقال الامر ما علمتم قريش خرجت اكتعون امصعون بكل خيلها وخيلائها تريدنا وكانت النية ليست قتال فاشيروا عليه قام ابو بكر فتكلم رضي الله عنه وعمر والمقداد ابن عمر وانبي عصام يقلب بصره في الصحابة هكذا ينظر فسعد ابن معاد سيد الاوس رضي الله عنه قال ولك انك تريدنا يا رسول الله تريدنا نحن يعني تريد الانصار يتكلموا قال نعم نعم اريدكم لان البيع كانت على هذا الحما في المدينة هذا عقد عقد والعاقد شريعة لا يقولك بينا تو وهو غير عطانا توكيل مفيش لا اعتادك توكيل في البيع والشراء فقط اعتادك توكيل في انك تزوج مش تبيع وتناقل هذا الغش هذا والتلاعب هذا مش حال مؤمن هو موص عبره وقلت لكم الانسان غير حول من عليه الدين بس حول منه الايمان انت بتعامل مع وحش وحش لا حد له ولا حصر خطير جدا للنسان بدون ايمان يبيع السلام قال اشيره علي فسعد ابن عاد قال والله لك انك تريد قال نعم قال لقد امن بك يا رسول الله واعطيناك على ذلك مواثيقنا وعهودنا والله لو خطبنا هذا البحر لخدناه معك فسر على بركته ايه قال نعم الان صحيح ان يبيع السلام تبسم وعلى على الفرح جبهته عليه السلام واساريره وقال والله لك اني ارى مصارع القوم والقصة تعرفون واحد قصة بدر اه صلى الله عليه محمد وعلي وصحبه ورضي الله عن صحابتي يا جمعي انا الشاهد في قصة النصح الوضوح تعالي افلان انت راك دايلي وكالة دايلي وكالة في البيع واني راهو للعلم لما انت قلت بيع بماء ناقيت ثمن افضل قيت ميتين حطك في الصورة مش لا نهده هده لا حط الذي الذي وكلك امنك عزوز علي راتب مراه مطلقة ارملة يا جماعة متغركمش ملابسنا ومعارقنا وجلودنا اشكال نراه جميلة وانا لا اقلل من قيمة احد فيكم انتم ابائي واصدقاء وقمة لا شك في الروعة والخير والايمان لكن انا دايما هكذا احب الاتهام نتهم انفسنا دايما اتهم نفسك نحن نحتاج الى اصلاح هذا القلب يحتاج الى بني مثل القلام لكي نكون فعلا مؤمنين عندنا نصيحة انصح تواب العامية ومش يقول لكم فلان كويس كان نصح ها كلمة اذي من المثل اللي فعلا شو نقصه بنصح عطيه موعظة او عطيه جمعة او لا كان نصح يعني كان جاب الجادة كان عطيه كل ما عنده من معرفة وعلم اراه كويس اه صار في حاجة اسمها نصح اهي النصيح نصيحة في العمال في الكلام في البيع في الشراء في كل جيء النصيحة يعني موضوع حواسع وغالبا ما يذهب الناس الى النصح الكلامي لكن النصح في البيع والشراء والمعاملات ينقصنا بعض الناس اثره ودار مال ويحاول يغسل مال الام بكثرة العمر او الحج وهم مبني على الغش انا اقول لك القبول عند الله سبحانه وتعالى لا حد يتدخل بينك وبين رب العالمين لكن حسب ما وردنا من النبي عسام لابد ان تتطهر وان تتخلص من اكثر مالك بالصدقات بالاحسان هذا امر بطلب العفو من اصحابهم يعني هذه جزئية بسيطة في اخر الجمعة يعني كان الموضوع اللي انت حصلت به مال كان عبارة عن غش لجارك او لخوك الكبير او لوالدتك او لي اختك المتزوجة عديلا واستسمحها قالتو شيخ انت جمعتك جت متأخر يعني والله الموضوع السنة الماضية في الالفين واثنة واثنة قسمنا وغشيتها اختي ما عطتها شي الحقيقة قلت لها قطعة ايه اللي في وسط البلد رايح حطين الدولة وبياخدوها بيدروها جردينة هي ولا جردينة ولا قصد هي فاها كاف سبعة ونظيفة عديلها تاوا قاعدة حية قاعدة حية. مشي لها. يقولها الكلام اللي قلت لك في 2012 غير حقيقي. واني غشيتك. كن رجل يا اخي كن شجاع. اه اه اللي اه اللي اطلع. صل على الحبيب مرة زن. يقول ارى والله بامان انا غشيت. واني ظالم واني نبل نطلع من هذا الظلم. يا امه تسمحي لي واني نعاوضك في اي ارض تانية. يا امه تقولي لي اطلع منها تفضي تعالي جيبي واحد من اولادك. مثلا. ايه ماشي الحال. هيك الناس ما منك هذا اسلام و ايمان اما الكلام الجميل والسنن واتبعوا السلف واتبعوا الصحابة كلام هذا حلو لا والله حتى نين حبه وجميل ايه وريني فعل قاليني صلوا على الحبيب واعلموا ان الله صلى على نبيه وامر بالصلاة عليه اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبك المصطفى محمد ابن عبدالله وآله وصحبه ومن ولاه اللهم انا نسلك ان تجعلنا من الناصحين وان تحشرنا مع الناصحين وان تخلصنا من ظلم النفس وغبنها وشرها يا رب العالمين والله يا رب لا ناصر لنا على انفسنا الا انت يا رب كلنا عونا على هذه النفس اللييمة طهرنا من ادرانها وشركها وطمعها وجشعها وشرها يا رب العالمين والحاضرين لا تجعل في جمعنا هذا معذما ولا شقيا ولا محرومة واجعل اللهم تفرقنا من بعده تفرقا معصومة ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلنا وارزقنا الاجتنابة نسألك عزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيزي يا غفار لا مجعل هذا البلد آمنا مطمئنا دار عدنا رخاءا وسائر بلاد المسلمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء الدخول وينهى عن الفحشاء والمنكر وبغي يعظكم لعلكم تتذكروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فاضضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين